وقبل ما نفتح ملفنا المهمة قوي النهاردة خلوني أكلمكم عن عالم من علماء مصر تخصص في دراسة علم المصريات عشق الحضارة الفرعونية المصرية القديمة وإداها عمره ابتدى رحلته من شبرة اللي انتهت في مارس برحيله من ألمانيا لكنه كان موصي أهله أنه ييجي يتدفن في حضن مصر الدكتور رمضان حسين عالم المصريات المصري الأسعري اللي كان بيدرس في ألمانيا وبيدرس وكان في نفس الوقت يشارك في إبعاثات التنقيب وشارك في اكتشاف عظيم في مقبرة التحنيط في سقارة كان تلميذ من تلميذ الدكتور زاهي حواس اللي كتب له نعي موجع بعد وفاته وقال إنه كان عالم واعد مبدع يعني بيكسبنا الثقة في حضارتنا وفي تاريخنا معالي الدكتور الوزير خالد العناني وزير السياحة والأثار قرر عدد تسكاري من دورية المجلس الأعلى للأثار باسم الدكتور رمضان حسين اعترافا بإنجازاته العدد التسكاري هيكون مجموعة من المقالات والأبحاث العلمية اللي هيعدها ويكتبها عدد من علماء علم المصريات المصريين والأجانب واللي يشتغلوا مع الدكتور رمضان في أعمال التنقيب والبحث والدراسة الدكتور رمضان نقدر نقول انه كان ابن بار من أبناء مصر ابن منح مصر كل عمره كل فهمه كل قدرته على التعلم والتعليم كان مهتم جدا انه يبقى فيه جيل من الباحثين والأثاريين اللي بيدرس تاريخ مصر ويعرفها ويفهمها صح الحقيقة أنا ببقى فخورة جدا بالدكتور رمضان حسين وكل اللي زيه وببقى حزينة جدا في نفس الوقت ان المصريين لا يعرفوا علماءهم وثروتهم ومفكريهم ودخلت صفحته على الفيسبوك واحنا بنجهز للحلقة وكان عاشق لمصر ولقيت رسالتين فيه منتهى الروعة حبيت اشارككم فيهم الرسالة الاولى قال فيها في ديسمبر واحد وعشرين قال مصر جميلة الى الحد اللي يغنيك عن انك تحيح حياتك في اي مكان اخر وناشر صور لمدينة الاقصر وقال الغروب فوق مدينة الاقصر وانصح الجميع بزيارة هذه المدينة الخلابة مصر جميلة الرسالة او الكتابة التانية اللي برضو عايزة اشارككم فيها قال البلد دي كريمة مع اللي بيحبها ده بجد واللي بيكرهها لكن اللي بيحب بيصون ويضحي واللي بيكره بيخون ويغضر خلينا نحكي قصة شهداءنا ونقدمهم قدوة وفخر حقيقي دكتور رمضان سايب رسالة للمصريين خلينا نحكي قصة شهداءنا ونقدمهم قدوة وفخر حقيقي وفي الآخر بيقول ربنا يعز ام الدنيا بمن يحب ويصون ويضحي ويهدي من ضل عن حبها الدكتور رمضان حسين كان ابن مصري رحل لكنه ترك انجازاته واثاره بمناسبة